ما عادت الصدمات التي يتلقاه الشارع العراقي تقتصر على أخبار السياسة والأمن والفساد فقد أصبح لافتا للنظر مؤخرا تشار أخبار العنف الأسري في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومما يزيد من بشاعة هذه الأخبار صور ومقاطع فيديو تبث عن تعذيب طفل من ذويه أو ضرب مبرح تتعرض لهم رأة من زوجها وهو ما لم يكن معهودا منذ سنوات قليلة في المجتمع العراقي مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكدت ارتفاع معدلات العنف الأسري في البلاد وخاصة ضد النساء وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي إنما يعيق الحد من العنف ضد النساء الأعراف الاجتماعية والضغوط القبلية مبينة أن المديريات المختصة سجلت العديد من الدعوى من قبل نساء ومن ثم تقدمنا لسحب الدعوى خشية إلحاق المزيد من الأذابهن وأضافت أن أغلب الموقفين بقضايا العنف الأسري يحاكمون وفق قانون العقوبات لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية لعدم وجود قانون خاص بالعنف الأسري لافتة إلى أن قانون العنف الأسري معطل في البرلمان منذ عام 2013 رغم إكمال القراءتين الأولى والثانية له وتتنوع أسباب هذا العنف الذي تتعرض له نساء وأطفال وطعنون في السن أحيانا لكن السبب الرئيس فيه كما يقول باحثون هو تراجع تأثير القيم نتيجة الأزمات التي عصفت بالبلاد ومزقت النسيج الاجتماعي فضلا عن ضعف التربية بسبب الانفتاح غير المنضبط والتحولات الكبيرة التي تسببت بها وسائل التكنولوجيا الحديثة وتبدو تشريعات القانونية بعيدة عن ملامسة هموم الكثير من المواطنين الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من التأنيف بذراء عشدة وينتقد كثير من ناشطي منظمات المجتمع المدني غياب قوانين تردع المعتدين أو توقع العقوبة بحقهم بل إن بعض النواب يغازلون فئة اجتماعية معينة تعتبر أنه ليس من حق الدولة التدخل في هذه المشكلات باعتبارها شخصية وترتبط ببعض الأعراف العشائرية التقليدية التي تكون المرأة أولى ضحاياها